حاولت أنه من 2000 أو من حياتي أو علاقتي مع المرأة ابتدأت علاقتي من أمي ولحظت معانات والدي وراجعت عن كبر ففهمت معاناتها علاقتي مع بعض النساء اللي حبيتهم اللي هننا منحني أشياء كثيرة بالحياة تعرفين أنا أول منهم منهم من أول إمرأة في إيطاليا قلبة مفهوم حياتي وقلبة مفهوم الشرقي لرؤيته حلو الموضوع هذا بدنا نسخن رح نرجع لهذا الموضوع نساء جبر علوان نلتقي بعد قليل ترجمة نانسي قنقر نساء جبر علوان بديت تتكلم عن النساء المرأة في حياتك هذا موضوعك الأسير باللوحات أنا أعتقد المرأة هي كائن أو كوكب لم يكتشفه الإنسان بعد كائن رائع كائن متحول كائن متغير كائن كله عطاة نعم فابتدأت علاقتي أول مرة من أمي وذكرتي حول أمي وعلاقتي بها وبعدين بالمنفى لما انقطعت ما قدرت أشوف أمي ثانيا علاقتي مع حبيباتي مع صديقاتي من حلني أشياء كثيرة بالحياة سواء العلاقة كانت ناجحة وغير ناجحة فهي اللي خلت عندي أكتشف لونها من هي كيف ألوانها المرأة الأولى اللي أبتدور في حياتي امرأة في روما منحتك لون خاص؟ منحتني لون خاص خلتني أقلب مفهوم الشرقي لرؤيتي للأشياء كشرقي وقلت عنها مرة أنها غيرت مفاهيمي مفاهيمي عن متن ولذلك ماذا؟ ماذا جبر؟ ماذا مثلا هي أول مرة قلت لي الفيلم شفته عن فليني تعال شوفه مرة أخرى وحدتك عن النساء فيلم نساء فليني اسمها اسمها النساء كذا المهم معناته قلتنا أطلع معهم تظاهرها معناته أطلع معهم في لقاءاتهم في حواراتهم حول الثقافة حول السياسة حول كيف يرسم بعض الفنانين المرأة أشياء كثيرة يصاب على إدراجها الآن فلازم أعيد نظري بقراءاتي حول هذا المجتمع على هذا المرأة وأيضا يعادت نظر في قراءة المرأة طبعا لأن كنت جاي من العراق شفت المرأة المقهورة المظلومة وكنت متعاطف مع زوجة أبوك يعني إلى حدا ما صح فشفت المرأة الأخرى شفت المرأة الأخرى شفت وعيها شفت ثقافتها شفتها إنها هي المتحكمة بشكل أو بآخر بالمجتمع ولكن أيضا بنفس الوقت لازالت مناظبها تحاول تكسب حريتها أيضا بعد أكثر نروح للمرأة الثانية ما ما تقول الثانية المرأة الأخرى المرأة الأخرى زوجتك أم ولدك العراقية فنانة ها فنانة عراقية قبل ملتي هي الامرأة الإيطالية هو نساء مرا في حياتي بعدها اززوجة امرأة عراقية منعتها يعني طفل الآن هو شاب لا بالعكس هو استرصر في الأكاديمية فنان نحيت نحات نحات ما تمت علاقتنا طويلة بعدها أحببت امرأة عراقية اسمها ربيع ربيع ها استضعت أن نحن لون جديد وفرح جديد وحياة جديدة وخلتني أغير كثير من مسار حياتي باتجاه نحو الأفضل استمرت العلاقة 14 سنة؟ استمرت 14 سنة وانفصلتو وانفصلنا ولازمنا أصدقاء ونحب بعضنا أكثر مما كنا سابقا ماذا القصة؟ ليش هذا الانفصال؟ الانفصال مع هذا الحضور القوي للمرأة في حياتك وانت حاجتك للمرأة؟ حاجة للمرأة تختلف كيف ينضرج حاجة للمرأة صور اليومية بالحياة القاسية حتى الآن بالعراق وهي تعيش بالعراق؟ ولكنها مستمتعة ووجدت شغلها وحياتها نلتقي كثيرا نعم قبل أسبوع أيضا على فكرة نلتقينا سوا هل جبر علوان حبيت الريشة والألوان أكثر منهن؟ من النساء؟ فضلت وحدتك وعزلتك ولوحتك ومزاجك الخاص؟ هذا مزاج الفنان بعيدا عن الالتزامات بالمرأة؟ قسيت عن المرأة؟ أنا ما قسيت عن المرأة بالعكس أنا حبيت المرأة وحاولت أن نكون قريب من أعتها وحاولت أن نكون أفهمها ولكن